في أي مجال معدتك المطلح يقول لك سؤال واحد واسعة لأنه ليس هناك عائلة ومشيئة كان الناس مختصين هذا هو المجال ليس ليخلاص فيه في وقته وما جريك يتعني ستارتوكي دي مارا ولما تفجرني في الحال يقدر معنا نطلق أمور عالميا صحيح هذه الدالية جامعة هوري بمدين العلوم والتكنولوجيات تنظم اليوم يوم تحسيسي حول المؤسسات الناشئة وهذا في إطار تطبيق القرار الوزاري تناش خمسة وسبعين نقدر أن نعتبر هذا اليوم كمرحلة تقييم وأيضا تكوين لأنه يكون فيه تدخلات خبراء في المقاولاتية وعندنا تسجيل 15 براءة اختراع لهذه براءة الاختراع عملتها طلبة يعني كان فيه أفكار مبتكرة بالنسبة للأرقام عندنا أكتر من 400 مشروع قابل يعني اللي تدسيد باش يكون مؤسسة ناشئة اليوم هذا يا حقيقة اليوم باش إعلامي باش الطربي يكون على بالهم دكاراهم دخلوا كين مازالهم يدخلوا احنا كلية تعنا اليوم كما شفتو عندنا زوج ابتكارات من هندس الطرائق نعم وفي الحقيقة بدينا درنا عندها في 2022 وخدمت وعندنا حوالي 45 مشروع ستارتوب مشروع ستارتوب عندنا حوالي وقيل 14 حتى الآن لعندهم للعبال وأنا أشرف على عدة تخصص عدة بحوث في إطار الدكتوراه وفي إطار المصر في إطار الدكتوراه تمكننا بفضل الله من تقديم براءة اختراع في تخص للمواد الزلزلية أو المتوض سيسميك هذه الطريقة الجديدة غير مستعملة إطلاقا نحنا اللي اكتشفناها مع الأستاذ يوسف لعجاج من الجامعة ستيف كما قال أستاذ في إطار الاستكشاف الزلزالي الاستيناعي العميط البروسفكسون سيسميك بهدف تصوير تحت الأرض لغاية معرفة البنية الجيولوجية يعني خلال استغلال الطريقة كان تأثير السطح على الزمن ووصول الأمواج والتنقل الأمواج الصوتية عبر طبقات الأرضية وهي مهمة جدا للحفاظ على الصورة الجيولوجية والبنية الجيولوجية التحت الأرضية نحن أعمل يعملون لأننا أننا نجد الأسفل. لأننا حصلت على الإعجاب وفعال الأسفل ومن أحسن إلى صفحة ولمنطقة الشخصة الشباب. لأننا نحصل على المدينة الكثير من الجوية. نحن نعرف ك scope عن المدينة الكرونية بسبب الموضوع على المدينة. هذا هو المعرفة لكي يتم تحصل إلى المدينة الكثير من دولة أكبر.